الحمد لله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أزدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أردت اليوم إن شاء الله في هذه الجلسة أن أتكلم عن بعض الأمور التي تفيد المعالج الراقي الشرعي وفي نفس الوقت تفيد المريض لأن الأمور تحتاج إلى معرفة حال المريض لكي لا تتداخل الأمور مع بعضها البعض ثم تجعل الراقي لا يشخص الحال جيداً فبدل ما يعرف المرض جيداً من أجل أن يوجه المريض إلى العلاج الحقيقي الذي يفيده ممكن يوجهه إلى علاج آخر فيضره اليوم نتكلم عن حالة تقع للمرضى أو تحدث للمرضى وتلك الحالة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وتلك الحالة تجعل الراقي يخطئ في السير مع ذلك المرض سواء لقلة خبرته في باب الرقية أو لقلة معرفته للمرضى لأن كل المرضى يختلفون من حالة إلى أخرى من بين هذه الحالات المعالج عندما يأتيه مريض ويقول له أنا أصاب بكذا وكذا وكذا يعطيه أعراض الصرع أو يقول له أنا يحدث لي كذا وكذا وكذا يعطيه أعراض الجنون أو يعطيه أعراض العين أو الحسد هذا لا يكفي لا يكفي أن يحكم المعالج على ذلك المريض بأنه مصاب بكذا وبالخصوص إن جاءه المريض في حالة صرع لأن العلاج في الحقيقة يكون هكذا يعني يأخذ المريض المصاب بسرع أو مصاب بجنون أو بسحر الجنون هو الذي يأخذ للمعالج وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هو الذي يأخذ للمعالج لكي يعالجه أما الإنسان الذي لا يحدث له الصرع ولا يحدث له جنون ولا يحدث له سحر الجنون وهو في حالة وعي تام ويستطع يقرأ القرآن ويصلي ويذكر ويستغفر ويعبد الله عبادة قوية هذا في الحق كما قلنا كم من مرة وكررنا هذا كثيرا بأنه لا يحتاج إلى معالج هذا يحتاج إلى المصحف هذا يحتاج إلى المصحف يحتاج إلى الإكثار من قراءة القرآن ومن الأذكار ومن التحسنات الشرعية حتى يشفى أما الذي يحتاج إلى معالج ويحتاج أن يذهب إلى المعالج أو يذهب به إلى المعالج الذي يحدث له الصرع ويحدث له الصرع بقوة وليس الصرع فقط لأن هناك حالات الصرع كما قال ابن القيم رحمه الله هناك من يحدث له الصرع أحيانا وهناك من يحدث له في غالب الوقت الصرع وهناك من يطبق عليه الصرع فيصبح كلمة جنون ففي هذه الحالة يحتاج إلى معالج يساعده ويرقيه يأخذه أهله المريض أو يذهب هو إلى المريض أما أنه لا يأتيه الصرع ولا يأتيه جنون ولا يأتيه فقدان للوعي هذا يعالج نفسه بنفسه بإذن الله سبحانه وتعالى لكن قلت هناك حالات تأتي إلى المعالج الراقي سواء جاء هذا المريض بنفسه ثم وقع له الصرع عند المعالج أو جاء أهل المريض بهذا المريض إلى المعالج لكن أين الإشكال؟ أنا أريد أن أوضح هناك بعض النقاط التي تجعل الرقاط في حيرة من أمرهم المشكلة إن كان هذا المعالج هذا المريض الذي جاء به إلى الراقي يكذب يعني يكذب هو في حالة ما شاء الله لا بأس به لا يوجد به شيء لا سحر أو لا يوجد به مس لا يوجد به السرع لا يوجد به جنون لا يوجد به سحر الجنون ولا أي شيء لكن هذا المريض يحدث هذه الأعراض أعراض السرع من أجل أن يخدم نفسه في أمور ما عنده أمور يريد أن يصل إليها فلم يجد إلا طريقة السرع أو طريقة الجنون أو هذه الطرق التي تجعله عند أهله بأنه مريض فيلبون له رغباته أو يلبون له مطالب أو كذا أي بمعنى هذا المريض أصلا ليس بمريض هذا المريض أصلا ليس بمريض لكن يحدث فعلا أعراض السرع يعني يسقط ويمكن يضرب ويكسر ويسب ويعني يأتي بأعراض السرع وكأنه فعلا في هذه اللحظة التي تقع له هذه الأعراض وكأنه به مس فهنا الإشكال لأن هذا المريض أصبح هو في حد ذاته شيطان إنس لأنه يفعل هذه الأشياء وهو في الحقيقة لا بأس عليه يعني ليس بمريض فعندما يأخذ إلى المعالج فعندما يأخذ إلى المعالج المعالج يجد نفسه في حيرة من أمره يعني كيف يعني هو يقرأ عليه القرآن فيبدأ هذا المريض بالكذب يبدأ يتخبط يبدأ يلتوي كالأفعى أو كالتعبان يبدأ يسب يبدأ يضرب يعني يبدأ يحدث أمام المعالج أعراض السرع أو أعراض حضور المس فهنا يجب على المعالج أن يكون عنده خبرة لمعرفة الفرق بين المصاب بالسرع حقيقة وبين من يفتعل السرع يجب على المعالج في هذه الحالة في هذه الحالة المعالج ماذا؟ يجب عليه يجب عليه أن يعرف الفرق بين الشيطان الإنس ألواء هو ذلك المريض الذي يفتعل هذه الأعراض وهذه الحركات وهو يكذب لأنه ما به شيء وبين الشيطان الجني إذا حضر وتلبس ذلك المريض فالمعالج يجب عليه أن يكون عنده علم في هذه النقطة في هذه النقطة بالخصوص في هذه النقطة بالخصوص أي بمعنى إذا جاءوا له بمريض وبدأ ذلك المريض يأتي بأعراض ما أزل الله بها من السلطان وهو لا بأس عليه لا يوجد به مس أصلاً ولا يوجد به جنون ولكن يحدث لك تعلن حركات الجنون وكأنه في تلك اللحظة موجود الجن يعني الجن حاضر ومتلبس بجسب ذلك المريض ففي هذا إشكال كبير إشكال كبير هذا الإشكال وقع لمن؟ وقع لأهل المريض لأن أهل المريض يظنون به جنون يظنون به جنون فلذلك جاءوا به إلى المعالج ألا وهو الراقي وهو يفتعل وهو يكذب وهناك من أهله مسكين لا يعرفون أبي هريرا رضي الله عنه وأرضاه كان بين منبر النبي صلى الله عليه وسلم وحجرة النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الجوع وهو من أهل الصفة الذين كانوا يبيتون في المسجد من شدة الجوع كان يحدث له تخبط يسقط من قوة الجوع يتخبط أبي هريرا يقول فيأتي أحدهم أي بمعنى أحد الصحابة رضي الله عنه فيضع رجله على عنقه هكذا يقول أبي هريرا يضع رجله على عنق أبي هريرا ماذا يقول يظن بجنون بجنون وما بجنون ولكن الجوع رضي الله عنه وأرضاه فكان من شدة الجوع يقع له التخبط ويقع له التألم كبير فيصبح يتخبط في ذلك المكان فيأتي أحد الصحابة يظن بأن أبي هريرا به جنون فيضع رجله على عنق أبي هريرا رضي الله عنه ولكن ما به جنون ولكن به الجوع فالصحابي الذي يضع رجله على عنق أبي هريرة رضي الله عنه يظل بأن به جنون فهذا الصحابي الذي يضع رجله على عنق أبي هريرة الظاهر يظهر له بأن أبي هريرة به جنون لكن أبي هريرة قال وما به جنون ولكن الجوع فإذا الذي يرى الشخص أمامه لا يعرف حقيقة الأمر لا يعرف حقيقة الأمر ماذا يحدث له ماذا يحدث له هل هذا فعلا الذي يحدث له به مس أو به السحر أو به كذا أو لا يوجد به شيء فلذلك بعض المرضى هدهم الله الذين لا يتقون الله سبحانه وتعالى ممكن عندهم ظروف عائلية وعندهم مشاكل وعندهم أمور يعني لم يصلوا إليها أو هدف يريدون أن يصلوا إليه لكن لم يستطيعوا فيحدثوا هذه الأمور لكي يظن الأهل بأن بهم جنون فيبدأون يهرولون ويذهبون بهم إلى كل راقي وفي كل جهة وفي كل مكان ويكون الاهتمام أكثر وأكثر فهؤلاء يجب على المعالج صاحب الحنكة وصاحب الخبرة الطويلة أن يفرق بين الإنسان هذا الذي جاء به إليه الآن وعنده أعراض الصرع أو الجنون حقيقة وبين من يكذب ويفتعل تلك الأعراض لكن كيف نفرق السؤال الذي يطرح هنا كيف نفرق بين المحق في تلك الأعراض أي بمعنى تلك الأعراض تحدث له بدون إرادة بسبب الصرع عن طريق المس اللعين وبين ذلك المريض الذي هو يحدث ويفتعل تلك الأعراض اليوم نتكلم عن هذه النقطة بإذن الله سبحانه وتعالى وهي نقطة مهمة تفيد المعالج وتفيد حتى المريض وهذه النقطة قد تكلم عن العلماء في الحقيقة كما تكلم عنها جمال الدين القاسمي محدث الشام في كتابه قموس الصناعات الشامية لكن تكلم عن هذه النقطة بطريقة أخرى أن هناك بعض النساء يذهبن إلى هؤلاء المعزمون أو هؤلاء الرقاط الغير شرعيين ويفتعلون حركات ويفتعلون بأنهم مصابات بالمرض من أجل الفاحشة أو من أجل الشهوات المهم يفتعلون بأنهم مصابون بالسرع أو مصابون بالسحر أو مصابون بالعين أو كذا فهذه الأمور كانت موجودة يعني موجودة الآن لكن نحن كيف نفرق كيف نفرق بين هذا الشخص الذي حقيقة مصاب بالسرع أو جنون وبين هذا الشخص الذي يكذب وإنما افتعل تلك الأعراض وافتعل ذلك المرض من أجل أن يصل إلى هدف لم يستطع أن يصل إليه إلا بهذه الطريقة التي جاءت عن طريق الكذب الأمر أولا بإذن الله سبحانه وتعالى يرجع إلى خبرة الراقي التي تجعله يفرق بين المريض حقيقة وبين الذي يفتعل تلك الأمراض أو الأعراض فالراقي إذا كانت له خبرة وكانت له مداومة على حالات وحالات وحالات كثيرة من تلك الأعراض وتلك الحركات وتلك الانفعالات يستطيع المريض أن يكتشف كذب ذلك المريض يستطيع أن يكتشف الراقي المعالج صاحب الخبرة الطويلة وصاحب الحنكة والخبرة قد تكلم عنها العلماء بمعنى عنده مدة طويلة مع هذا الأمر أمر الرقي يستطيع أن يكتشف كذب ذلك المريض فهذه من ناحية أنه عنده مدة وعنده زمن وعنده خبرة طويلة لذات سنوات وسنوات يستطيع أن يكتشف هذا المريض يكذب أم لا من ناحية أخرى التشخيص من ناحية أخرى التشخيص يجب على الراقي أن يركز على عملية التشخيص وأنا أنصحه بأن يركز عن عملية التشخيص بوجود الأهل يعني الأهل أيضا يتدخلون في تشخيص حالة المريض لماذا؟ لأن المريض قد يكذب لأن المريض أصلا جاء من أجل الكذب افتعل تلك الحركات وتلك الأعراض وتلك الأقوال والأفعال من أجل أن يكذب عن أهل المريض وفي نفس الوقت يكذب عن المعالج عن الراقي ولكن إذا حضر أهل المريض القريبون منه جدا أيضا يشاركون في عملية التشخيص إذا كان المريض يقول كذا وكذا وكذا قد يؤكد هذه الأمور الأهل وأقرب الناس إليه وقد ينفونها مع النقاش والحوار في مسألة التشخيص لحالة المريض قد يقع المريض في الكذب ويظهر الأمور التي يكذب فيها والأمور الحقيقية أكيد تظهر الأمور بعد نقاش معه في عملية التشخيص وفي النقاش وفي الأخذ وفي الرد لمدة من الوقت يعني قد يحتاج الأمور ساعة أو نسب ساعة أو ساعتين أو كذا فأثناء التشخيص يظهر أمر المريض هل هو كاذب أم سادق إذا كان أهل المريض معه إذا كان أهل المريض معه أكيد للمعالج صاحب الخبرة والحنكة تظهر له بعض التناقضات التي يحدثها ذلك المريض عن طريق الكذبة التي خرج بها على الأهل وعلى الرقيق هذه من ناحية من ناحية أخرى العلامات الظاهرة العلامات الظاهرة في المريض فهناك علامات ظاهرة للسحر وهناك علامات ظاهرة للمس وهناك علامات ظاهرة للجنون وهناك علامات ظاهرة للسرع وهناك علامات ظاهرة للعين فهذه العلامات يجب على المعالج أو الراقي أن تكون عنده دراية بهذه العلامات مثلما ذكرت لكم عن علامة علامة الدمع الدموع أثناء القراءة تقرأ عليه قد يحدث له دموع بغزارة بدون أن يتحرك أو يحدث له شيء فهذه علامة من علامات العين كما ذكرت لكم أثر زينب رضي الله عنها زوجة ابن مسعود هذه من جهة علامة الإسفرار علامة النحافة علامة سقوط الشعر علامات كثيرة موجودة الراقي إذا عرفها وكان يعرفها بإذن الله بهذه العلامات الظاهرة يظهر له أيضا حال المريض مع التشخيص بإذن الله سبحانه وتعالى يتأكد المعالج من حالة المريض هل هي صدق أم كذب وأثناء القراءة على المريض تحدث له هذه الأعراض كما قلت لكم حنكة الراقي وخبرة الراقي أثناء القراءة على المريض ويبدأ ذلك المريض يفتعل تلك الأعراض بمجرد أن يفتعلها يعرفها المعالج بإذن الله سبحانه وتعالى إذا كان المعالج عنده مدة طويلة وعنده حالات وحالات مرت عليه بالمئات أو بالعشرات يستطيع أن يعرف تلك الحالة بمجرد أن ينظر إلى تلك الحركات وتلك الأعراض التي تحدث أمامه هل هذه الأعراض حقيقية بسبب المس أم هذه الأعراض بسبب هذا المريض الذي يكذب ويفتعل هذه الأعراض وسأعطيكم حالة مرت علينا سبحان الله هذه الحالة أيضا أنا دائما إن شاء الله سأبدأ أذكر لكم بعض المسائل وبعض النقاط في باب العلاج والأمور التي مرت علينا وفي نفس الوقت أعطيكم حالة أعطيكم حالة لكي نوضح بها ما نتكلم فيه أكثر هذه الحالة أن هناك امرأة هذه المرأة كانت مصابة بسحر كانت مصابة بسحر ولكن السحر لم يصل إلى مرحلة التسلط الكامل أو التحكم الكامل كان سحر خفيف لم يصل إلى أن يتحكم فيها ويحدث لها صرع أو يحدث لها جنون أو يحدث لها سحر الجنون وكانت عندها مشاكل مع أم الزوج وعندها مشاكل مع أب الزوج ومع الزوج وكانت تسكن في بيت واحد مع أهل الزوج فأرادت أن تخرج من بيت الزوج فافتعلت الكثير من الطرق ولم تستطع أن تقنع زوجها بالخروج فجاءها الشيطان اللعين وسبحان الله أوحى لها بهذه الخطة وبهذه الطريقة أن تفتعل أعراض الصرع وأعراض الجنون أي بمعنى تحاول أن تحدث هذه الأعراض لأهل الزوج لكي أهل الزوج يكرهون منها ويطلبون من الزوج أن يخرجها من البيت ويكون لها سكن خاص بها أو تأخذ إلى بيت أبيها هي أصلا أحدثت هذه الأعراض من أجل أن يأخذها الزوج إلى بيت أبيها ثم يكون لها سكن خاص فأصبحت تحدث هذه الأعراض أصبحت تتكلم لوحدها أصبحت تضرب أصبحت تكسر أصبحت تسب أصبحت وكأنها مجنونة حقيقة وكأنها مجنونة حقيقة وذهبوا بها إلى كم من معالج وتحدث نفس تلك الأعراض تحدث تلك الأعراض التي تقع لها في البيت تحدثها عند المعالج فالمعالج يقول عندها مس المعالج يقول عندها مس أي بمعنى هي أحدثت واخترعت تلك الأعراض من أجل أن تؤكد بأنه فعلا بها مس بها مس فتصبح يعني في نظر أهل الزوج مريضة فإذا كانت عندهم وفي نظرهم مريضة هم يطلبون من ابنهم أن يأخذها ويكون لها سكن خاص أو يأخذها إلى بيت أبيها فهي لما كانت تذهب إلى المعالج بمجرد أن يبدأ يقرأ في القرآن الكريم تبدأ تحدث الحركات تبدأ تحرك في يديها ورجليها وتبدأ تتلوى كأنها ثعبان أو كأنها أفعى وتبدأ تأتي بأصوات مخترعة من عندها فجعلت الراقي الذي تذهب إليه يؤكد لأهل المريض بأن هذه المريضة بها سحر وبها مس وهي فعلا عندها سحر خفيف لم يصل إلى درجة الصرع ودرجة تحكم الشيطان بها المهم بقيت على تلك الحالة فنجحت بسبب ذلك الأمر الذي افتعلته عن طريق الكذب أن أخذها الزوج إلى أين؟ أخذها الزوج إلى بيت أبيها أخذها الزوج إلى بيت أبيها وأبقاها في بيت أبيها لماذا؟ لأنه أصبح في نظره وفي نظر أهله بأن هذه المرأة مصابة بجنون ومصابة بسرع فأبقاها عند أبيها وكانت بالحمل وقت الولادة كان قريب فبقيت تفتعل تلك الأمور لكن عند بيت أبيها لم تفتعل تلك الأمور لأنها المهم خرجت من بيت زوجها خرجت من بيت أهل زوجها وهذا ما أرادته بسبب تلك الحركات وبسبب ذلك الكذب وبسبب ذلك ما الأمر الذي افتعلته كذبا وزورا المهم في الأخير نجحت حتى خرجت من بيت أهل زوجها إلى بيت أبيها لكن هذه المرأة كما قلت لكم كانت حامل كانت حامل في الشهور الأخيرة فبقيت في بيت أبيها إلى وقت حتى وضعت الحمل وهي كانت مصابة بسحر كانت مصابة بسحر لكن أعراض السحر لم تكن تتحكم فيها بقوة والإنسان متى يتحكم فيه الشيطان اللعين يتحكم فيه الشيطان اللعين في حالتين في حالة الضعف الشديد متى يحدث له الضعف الشديد يحدث له في حالة الفرح الشديد أو الحزن الشديد وقد ذكرت لكم هذا مرارا وتكرارا ووقع للمئات من المرضى يأتون بهم في حالة العرس أو في حالة مناسبة ذات فرح قوي جدا تسرع هذه المرأة أو يدخل فيها المس أو يتحكم فيها المس فيدخلها في مرحلة الصرع أو الجنوب بسبب فرحها ذلك المفاجئ الشديد أو العكس الحزن يقع حادث أو يقع وفاة لأحد الأقارب فتحزن بقوة فالشيطان اللعين يختلم تلك الفرصة فرصة الضعف بسبب الحزن فيتسلط عليها فيتحكم فيها بقوة كبيرة جدا فالكثير من المرضى يأتون بهم إلينا في هذه الحالات حالة الفرح وبالخصوص الأعراس والعرس إذا خطبت أو إذا عقد عليها أو إذا تزوجت في يوم الزفاف يأتون بها وقد أصبحت مصروعة أو أصبحت مجنونة للأسف الشديد وحدثت بالكثير والكثير والكثير من النساء للأسف الشديد أو في حالة الوفاة في حالة الوفاة أيضا يحدث لها هذا الأمر يعني كان بها سحر وهي لا تدري لأنها مصابة بسحر أصلا لأن الأعراض لم تكن تظهر عليها كان سحر خافي ممكن كان عندها أحلام مزعجة كان عندها ثقل أو عندها إرهاق ولم تشعر بأن هذه الأعراض بسبب السحر ولكن الشيطان اللعين المتربص بها الذي يريد أن يتسلط عليها أكثر وأكثر ويدخلها في مرحلة السرع أو الجنون لم يستطع فهو يترقب ويتربصها حتى تدخل في مرحلة الضعف متى؟ إما في حالة الفرح الشديد أو في حالة الحزن الشديد فكان الشيطان اللعين يتربص بها حتى وضعت الحمل فلما وضعت هذه الحمل والكثير من النساء يصبنا متى؟ في حالة وضع الحمل لماذا؟ لأن المرأة في حالة الوضع الحمل تضعف كثيرا وكثيرا تدخل في مرحلة ضعف قوية جدا تبتعد عن الصلاة تبتعد عن الطهارة تبتعد عن الذكر يكون دم النفاس معروف بأنه نجس يعني تبتعد كثيرا عن العبادة وعن الصلاة وعن الأذكار والصلاة هي الأساس إذا ابتعدت عن الصلاة تبتعد عن الأذكار وتبتعد عن الوضوء إلا من رحمة ربك يعني في الأذكار وقراءة القرآن وكذا فلما تبتعد وتضعف هذه المرأة المصابة بالسحر هناك تعتبر فرصة عظيمة لا يتركها تفوت عنه الشيطان اللعين فيتلبسها فيصيبها بالسرع أو بالجنون فهذه المرأة التي افتار عادت تلك الأعراض وذلك الكذب من أجل أن تخرج من بيت آل زوجها كان بها سحر وكان يتربص بها شيطان لعين وكان تراه في المنام كأنه زوج فقط ولم تلقي له بال ولم تشعر به بأنه مس أو بأنه شيطان يتبعها أو كذا أو يتربص بها فلما وضعت الحامل تسلط عليه هذا الشيطان اللعين تسلط عليها وتحكم فيها إلى مرحلة السرع أي بمعنى يسرعها أحياناً وأصبحت تراه وهي في اليقظة تراه وهي في اليقظة أي بمعنى تمسك بها وتسلط عليها بسبب وضع الحمل بقوة فلما تسلط عليها هذا الخبيث اللعين أصبح يبعدها عن الولد هي أنجبت ولد ذكر يعني عندما تريد أن ترضع الولد يبعدها يمسك الولد فيرمي به ويبعدها عن الزوج ويبعدها عن أهلها التي كانت عندهم وأحدث لها مشاكل كبيرة وأصبحت سبحان الله تأتيها نفس الأعراض التي كانت تفتعلها كذباً هي كانت تفتعل بعض الأعراض عن طريق الكذب والبهتان فسبحان الله تسلطت عليها هذه الأعراض حقيقةً لما وضعت الحمل عن طريق ذلك المس اللعين الذي تسلط وتحكم فيها بقوة فأصبحت هذه المرأة فعلاً تبحث عن معالج يعالجها من أجل أن يبعد عنها ذلك الشيطان اللعين فهي في البداية كانت تتظاهر بأنها مصابة بمس وأن هناك جني وأن هناك وأن هناك وأن هناك وتكذب على أهل الزوج وتكذب على أهلها وعلى الزوج وتكذب على الرقات لأنها تفتعل تلك الحركات وهي في الحقيقة ليس بها أي شيء لكن بعدما وضعت الولد وتسلط عليها ذلك الشيطان اللعين أصبحت حقيقةً تحدث لها نفس الأشياء التي كانت تحدثها كذباً أصبحت حقيقةً تحدث لها حقيقةً بسبب ذلك المسأل الذي تسلط عليها وهي التي كانت تتكلم وتخبرنا بما حدث لها في الماضي وكانت تفتعل ثم ماذا حدث لها في الحقيقة لما وضعت الحمل والحمد لله تتبعنا حالتها مع الوقت ومشينا معها حتى شفيت نهائياً والحمد لله رب العالمين هي الآن شفيت وتابت إلى الله سبحانه وتعالى وهي التي قصت هذه القصة حرفياً وكان معنا الآب والأم والزوج يعني وكانت تتكلم أمام الأهل وتابت إلى الله ورجعت إلى الله سبحانه وتعالى ببكاء كبير وبينت لهم بأنها كانت تكذب وكانت تفتعل هذه الحركات والآن فعلاً يتسلط عليها الشيطان لعين ويحدث لها تلك الحركات ويتبعها لكي يحدث لها ذلك الشيء فهذا الأمر هذا أنا يعني قلته لكم من أجل المعالج يجب عليه أن تكون له حنكة ويتكون عنده يقضى لكي لا يدخل في هذا اللعب بين الشيطان الجني والشيطان الإنسي الذي يفتعل هذه الأمور أي بمعنى يأتيه مريض أو لا يأتيه شخص صحيح لا بأس به لا مرض به فيحدث هذه الأعراض فيدخل في متهات هذا المعالج مع ذلك المريض وممكن أنه يضره بأمور لأن الأصل هذا ليس بمريض لا بأس عليه أو العكس قد يأتيه فعلا شخص مريض ومصاب بمس ولكن المعالج ليست له خبرة وليست له حنكة في هذا الأمر يقول له ما بك شيء ويوجه المريض إلى أين يوجهه إلى الطبيب يوجهه إلى الطبيب وممكن يقع له خطأ طبي أو يقع له شيء عن طريق تلك الأدوية لأن المريض ليس مريض مرض طبي مادي عضوي بل هو عنده مس أو عنده سحر أو جنون أو كذا أو سرع فإذا ذهب إلى الطبيب يعني لا ينفعه الطبيب بل بالعكس الأدوية تضره لأن هذا الإنسان يحتاج إلى العراج عن طريق الرقي عن طريق الرقي وليس عن طريق الأدوية الأدوية المادية لأنه إنسان مصاب بسحر أو مس أو سرع أو سحر الجنون فلذلك أردت أن أنبهها عن هذه النقاط نصيحة للمعالج ونصيحة للمريض لأن هناك الكثير من المرضى يريدون أن يصلوا إلى أمور فلم يستطيعوا أن يصلوا إليها إلا عن طريق هذه الأمور التي يفتعلونها كذبا وزورا وليك قد ترجع عليهم هذه الأمور لأن هناك شياطين يتربصون وهناك شياطين في كل مكان والعياذ بالله أردت أن أنبه عليه وإن شاء الله سنجعل بإذن الله سلسلة نتكلم فيها كل يوم إن شاء الله إذا كنا من الأحياء عن حالة من هذه الحالات وفي نفس الوقت تبين للمعالج كيف يمشي مع هذه قلت إن شاء الله سنجعل سلسلة لهذا الأمر بإذن الله وكل مرة نذكر حالة من هذه الحالات من أجل فائدة المريض وفائدة المعالج بإذن الله سبحانه وتعالى والذي عنده سؤال يتقدم فيطرح سؤاله إن شاء الله وإذا كان عندنا علم في هذا الباب سنجيبه بإذن الله وإذا لم يكن لنا علم نقول والله أعلم لأن الله أعلم وأحكم وأسلم في كل شيء سبحانه وتعالى الذي عنده سؤال يتفضل به إذا كان موجود سؤال يتفضل به إن شاء الله في هذه النقطة التي تكلمنا عنها الآن هذه النقطة التي تكلمنا عنها الآن إذا كان عندكم سؤال أو عندكم استفسار فيها تفضلوا بارك الله فيكم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الظاهر ما عندكم أسئلة إن شاء الله نوقف البث بإذن الله سبحانه وتعالى بارك الله فيكم وحفظكم ورعاكم اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم اتقبل منا الصلاة والصيام والقيام واجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الذين ينظرون إلى وجهك العظيم ويجلسون مع نبيك الكريم في الجنة النعيم اللهم ارفع عنا هذا الوباء عاجلا غير آجل اللهم ارفع عنا هذا الوباء عاجلا غير آجل اللهم ارفع عنا هذا الوباء عاجلا غير آجل اللهم اعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم اللهم اجعلنا من المخلصين اللهم يا رب العالمين اجعلنا من المخلصين ولا حول ولا قوة إلا بالله وبرك الله فيكم وحبظكم وراحاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته